قفزت وتصاعدت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المسجد في ليبيا إلى مستوى مقلق من نسبة 4% إلى 10% على مستوى إجمالي الحالة المسجلة في القارة السمراء بحسب المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية التابعة للاتحاد الإفريقي بدورها حدرت منظمة الصحة العالمية من أن العدد الحقيقي للإصابة بكورونا في ليبيا أكثر بكثير من المعلن نظرا للنقص الحدي في الاختبارات والقدرات المختبرية الخاصة بالكشف عن المرض من جهتها أوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليمز أن تصاعد أعداد الإصابات بهذا الشكل يمثل خروجا عن السيطرة مؤكدة تزايد الحالات المصابة بالفيروس بأكثر من الضعف وأن النطاق الحقيقية للوباء في ليبيا من المرجح أن يكون أعلى بكثير ورغم اعتماد البرتوكول الجديد للشفاء من قبل المركز الوطني إلا أن الوضع الوبائي ينذر بدخول البلاد في مرحلة خطيرة تتطلب مزيدا من الحذر وجدية والالتزام بالتدابير الوقائية للحد من اتفاع عدد الحالات وزيادة التفشي الفيروس